بسم الله الرحمن الرحيم طلاب السادس العلمي الأحيائي والتطبيقي لازلنا مستمرين معاكم في النوع الثاني من المسائل المتعلقة بإيجاد المساحات تحت المنحني النوع الثاني قدنا من يعطينا فترة كيف نتعامل مع هذا النوع من الأسئلة الخطوات موجودة أمامنا أوصلنا إلى الأسئلة المتعلقة بالدوال المثلثية نأخذ السؤال الأول ونضع الخطوات أمامنا حتى نقدر نتعلم كيف نتعامل مع الدوال المثلثية في موضوع المساحات تحت المنحني السؤال الأول يقول جد المساحة أو جد مساحة المنطقة المحددة بمنحني الدالة y يساوي cos x ومحور السينات على الفترة سالب π بما أن المطلوب هو مساحة بين محور سينات ودالة وعطانا فترة إذن عدنا هذه الخطوات الخطوة الأولى تقول بأنه لازم نساوي الدالة بالصفر شنو الدالة؟ الدالة هي cos x أساويها بالصفر الآن إحنا ليش نساوي الدالة بالصفر؟ لإيجاد قيم x إذن نحتاج إلى قيم x هون يقيم x؟ x أش يتمثل لي؟ يتمثل لي زاوية إذن نجي نسأل نفسنا أشن هي الزاوية x اللي الكوسايم مالا يساوي صفر؟ عدنا عدة احتمالات إما أن تكون x تساوي π على 2 اللي هي التسعين صح؟ التسعين شون كوسايم مالا؟ كوسايم مالا صفر بعد أش عدنا؟ عدنا x يساوي الثلاثة باي على 2 اللي هي الميتين وسبعين أيضاً الكوسايم مالا يساوي صفر إذن هاي الزاويتين الكوسايم مالا يساوي صفر هوني عدنا ملاحظة جداً مهمة نرجع على الفترة ماننا الفترة ماننا من سالب باي إلى موجب باي بمعنى أنه الفترة تحوي على قيم سالبة لذلك بالإضافة إلى قيم x أخذناها بشكل موجب رح ناخذ قيم x ولكن سالبة أخذنا x تساوي باي على 2 ناخذ أيضاً x تساوي سالب باي على 2 وأخذنا x تساوي موجب 3 باي على 2 ناخذ أيضاً x تساوي سالب 3 باي على 2 إذن كل ما تكون عندي الفترة سالب بيها سالب نأخذ القيم الموجبة والسالبة إذن هذا الشيء اللي نعوفه من الجدول ماننا من الزوايا نرجعاش نعمل نرجع ناخذ القيم السالبة أيضاً لهذه الزوايا لأنه الفترة تحوي على قيم سالبة الآن نجي نسأل نفسنا أشنه هي قيم x هذه اللي تنتمي إلى الفترة المغلقة وتجز نجي نختبر الباي على 2 الباي على 2 يعني 90 هل تقع ما بين السالب باي والموجب باي السالب باي هي 180 والموجب باي هي 180 التسعين تقع ما بين السالب 180 والموجب 180 نعم تقع إذن أحنقول تنتمي إلى الفترة المغلقة تنتمي وتجز لأنها تقع بين طرفي الفترة زين x تساوي 3 باي على 2 اللي هي 270 ما تقع ما بين السالب 180 والموجب 180 لذلك نقول لا تنتمي زين السالب باي على 2 اللي هي السالب 90 هل تنتمي؟ نعم تنتمي إلى الفترة المغلقة وتجز زين سالب 3 باي على 2 لا تنتمي إلى الفترة المغلقة إذن الآن صاعدنا قيم x اللي تنتمي إلى الفترة وتجز أشن هي البي على 2 وبعد السالب باي على 2 بالإضافة إلى قيم x اللي أخذها من الفترة اللي هي سالب باي والموجب باي إذن أصبح عدنا أربع قيم لـ x نجي نرتب على مستقيم الأعداد تصاعدياً ومن اليسار إلى اليمين أصغر قيمة من بين قيم x أشن هي السالب باي سالب باي بعد ذلك تجينا السالب باي على 2 بعد ذلك الموجب باي على 2 بعد ذلك الموجب باي هذه الفترة الأولى تعطينا الأي 1 وهذه الفترة الثانية تعطينا الأي 2 وهذه الفترة الثالثة تعطينا أي 3 إذن الآن نحتاج أن نجد A1 و A2 و A3 A1 تساوي التكامل وحدود التكامل من السالب π إلى السالب π على 2 للدالة المعطاة بالسؤال اللي هي cos dx وتساوي تكامل الcosin هو sin x وما ننسى حدود التكامل من السالب π إلى السالب π على 2 وتساوي الآن نجد نعوض قوس ناقص قوس في القوس الأول اتفقنا على أنه نعوض الحد الأعلى للتكامل وفي القوس الثاني نعوض الحد الأسفل للتكامل فيصبح أدنى sin السالب π على 2 ناقص sin السالب π وتساوي ملاحظة كل ما تكون عندي الزاوية سالبة والدالة sin فهذه السالب تنسحب تطلع قبل sin وهذه السالب أيضا تنسحب تطلع قبل sin إذن هنا أش راح يساعدنا سالب sin π على 2 وهاي السالب تطلع تنضرب بهاي السالب السيغ موجب sin π وتساوي sin π على 2 أشقد sin التسعين واحد وقبل أشكه سالب إذن سيغ سالب واحد زائد sin π π sin ما لا صفر يعني زائد صفر راح يكون الناتج هو سالب واحد إذن هذا فيما يتعلق بأي 1 الآن نجد A2 A2 تساوي التكامل حدود التكامل مال A2 من السالب π على 2 إلى الموجب π على 2 للدالة المعطاة بالسؤال اللي هي cos dx شنو تكامل cos sin x حدود التكامل أشنو من السالب π على 2 إلى الموجب π على 2 وتساوي قوس ناقص قوس في القوس الأول أشنعوض الحد الأعلى للتكامل وفي القوس الثاني نعوض الحد الأسفل للتكامل فيصير عدنا sin π على 2 ناقص sin السالب π على 2 وتساوي sin π على 2 تنزل هذه السالب تنظره بالسالب وتصير موجب sin π على 2 وتساوي sin π على 2 هي أشقد sin 91 زائد sin π على 2 1 وتساوي أشقد 2 إذن هذه هي الآن نجد الآي 3 الآي 3 تساوي التكامل وحدود التكامل مع الآي 3 من π على 2 إلى π من π على 2 إلى π للدالة المعطين هي cos dx وتساوي شنو تكامل cos حدود التكامل من π على 2 إلى π وتساوي أيضا قوس ناقص قوس في القوس الأول نعوض الحد الأعلى للتكامل وفي القوس الثاني نعوض الحد الأسفل للتكامل إذن يصبح أدنا sin π ناقص sin π على 2 ويساوي sin π يعني sin 180 0 ناقص sin π على 2 1 وتساوي 0 ناقص 1 سالب 1 الآن أصبح أدنا A1 و A2 و A3 جاهزة إذن فقط نجمع القيم المطلقة اللهم فيصبح أدنا A تساوي A1 قيمة مطلقة زائد A2 قيمة مطلقة زائد A3 قيمة مطلقة وتساوي A1 هي سالب 1 القيمة المطلقة للسالب 1 زائد A2 قيمته 2 إذن القيمة المطلقة هي 2 زائد A3 قيمته سالب 1 يعني القيمة المطلقة للسالب 1 وتساوي القيمة المطلقة للسالب 1 هي 1 زائد القيمة المطلقة للسالب 1 زائد القيمة المطلقة للسالب 1 1 ويساوي 1 زائد اثنين ثلاثة زائد واحد أربعة وما ننسى نضع يونت تربيع لأنه عن نحسب مساحة إذن هذا هو حل السؤال الأول وصلنا إلى السؤال الثاني أيضا بنفس الإسلوب جدي المساحة المحددة بمنحة ندال لوا يساوي صين الـ X ومحور الصينات والفترة من السالب pi على اثنين إلى الموجب pi بما أنه أعطانا فترة والمطلوب جاءت مساحة بين منحة دالة ومحور صينات إذن الخطوة الأولى نساوي الدالة بالصفر شنو هي الدالة؟ الدالة هي صين الـ X أساويها بالصفر الـ X هي عبارة عن زاوية إذن نسأل نفسنا أشن هي الزاوية X اللي الصين ما لا يساوي صفر كم احتمال عدنا إما أن تكون X تساوي صفر الزاوية صفر الصين ما لا يساوي صفر صح؟ أو X تساوي pi أيضا الصين ما لا أشغل يساوي صفر أو X تساوي 2 pi أيضا الصين ما لا يساوي صفر الآن عرفنا أشن هي قيم X اللي الصين ما لا يساوي صفر نرجع على الفترة مالنا الفترة مالنا أشبيها؟ بقيم موجبة وقيم سالبة لذلك نأخذ القيم السالبة أيضا لهذه الزاوية فيصير عدنا X تساوي سالب pi وX تساوي سالب 2 pi الآن نجي نبحث أي قيمة من قيم X هذه تجزئ للفترة نلاحظ بأن الصفر تنتمي إلى الفترة المغلقة المعطاة بالسؤال وتجزئ pi تنتمي إلى الفترة المغلقة ولكنها لا تجزئ الفترة ليش؟ لأنه pi هو أحد طرفي الفترة 2 pi تقع خارج الفترة أصلا لا تنتمي إلى الفترة السالب pi أيضا لا تنتمي إلى الفترة المغلقة السالب 2 pi أيضا لا تنتمي إلى الفترة المغلقة إذن الآن أصبح أدنى كم قيمة لـ x x تساوي 0 تنتمي وتجزء بالإضافة إلى قيم x اللي ناخذه من الفترة نجد نرتب على مستقيم الأعداد تصاعديا ومن اليسار إلى اليمين إذن القيم هي 0 وسالب πي على 2 وموجب πي أكيد أصغر قيمة هي سالب πي على 2 بعد ذلك تجينا 0 بعد ذلك تجينا الموجب πي هذه الفترة الأولى واحد تعطينا A1 والفترة الثانية تعطينا A2 إذن الآن نجد نحسب A1 والA2 A1 تساوي التكامل وحدود التكامل مع A1 هي من السالب πي على 2 إلى 0 من السالب πي على 2 إلى 0 للدالة المعطاة بالسؤال اللي هي sin dx وتساوي نجد نكامل التكامل الساين هو سالب كوساين الأكس ما ننسى حدود التكامل من السالب πي على 2 إلى 0 ويساوي قوس ناقص قوس في القوس الأول نعوض الحد الأعلى السالب الكوساين يلغي السالب إذن يبقى أنه كوساين الباي على 2 يعني كوساين التسعين كوساين التسعين أشقد صفر سالب واحد زائل صفر راح يعطينا الناتج سالب واحد هذي A1 الآن نحسب الأي 2 أش تساوي تساوي التكامل الفترة ما الأي 2 هي من الصفر إلى الباي من الصفر إلى الباي للدالة المعطاة بالسؤال النفسه اللي هي sin x ونضع dx ويساوي تكامل الصين قلنا هو سالب كوساين x وحدود التكامل من الصفر إلى الباي ويساوي الآن وصلنا إلى مرحلة التعويض عن حدود التكامل قوس ناقص قوس في القوس الأول نعوض الحد الأعلى وفي القوس الثاني نعوض الحد الأسفل نجي نعوض الحد الأعلى يصعدنا سالب كوساين الباي ناقص سالب كوساين الصفر بس تلاحظون أش عادة نزل داخل القوس عادة نزل سالب كوسين لأنه أكو إشارة سالب تسبقها وتساوي كوسين الباي يعني كوسين 180 أشقد سالب واحد كوسين 180 سالب واحد وقبل أكو سالب تنضرب بالسالب موجب واحد سالب في السالب موجب كوسين 0 واحد زائد واحد اثنين إذن الآن أصبح عندنا الأي 1 جاهزة والأي 2 جاهزة إذن الأي تساوي القيمة المطلقة لأي 1 زائد القيمة المطلقة لأي 2 وتساوي القيمة المطلقة لأي 1 قيمة سالب واحد زائد القيمة المطلقة لأي 2 اللي هي اثنين وتساوي القيمة المطلقة للسالب واحد هي واحد زائد القيمة المطلقة لأي 2 هي اثنين واحد زائد اثنين ثلاثة وما ننسى اليونت تربية بس نرجع على قيم x اللي أخذناها حتى توضح أمامكم قيم x اللي أخذناها هي هذه لو جينا عوضنا بمكان قيم x هذه القيم ويحتلعي الناتج صفر يعني لو قدت sine عندما x تساوي صفر sine 0 ايش تساوي صفر لو أخذنا x تساوي pi sine pi ايش تساوي تساوي صفر لو أخذنا 2 pi sine 2 pi ايش تساوي تساوي صفر زي لو أخذنا سالب pi سيعدنا sine السالب pi ايش يساوي السالب تطلع قبل السين فيس يعدنا سالب sine pi ويتساوي سالب sine pi ايش قد صفر سالب في صفر صفر نفس الحالة لو أخذنا سالب 2 pi sine السالب 2 pi ايش تساوي السالب تطلع قبل السين فيس يعدنا سالب sine 2 pi وتساوي سالب وسين 2 pi صفر إذن راح يكون الناتج هو صفر إذن هذه قيم X اللي أخذناها كله لو عوضتوها مكان X هوني راح تعطيني ناتج صفر هاي فقط توضيح لكيفية استخراج قيم X وصلنا إلى السؤال الثالث مهم جدا نجد المساحة المحددة بمنحن الدالة Y يساوي 2 كوسين تربيع X ناقص 1 ومحور السينات والفترة هي صفر وπ على 2 بما أن المطلوب هو مساحة بين منحن دالة ومحور سينات وأعطانا فترة إذن راح نجي نتبع هذه الخطوات الخطوة الأولى نساوي الدالة بالصفر وين الدالة؟ الدالة هي هذه 2 كوسين تربيع X ناقص 1 يساوي 0 نلاحظ في السؤالين السابقين كان يطلعنا فقط ساين يساوي 0 أو كوسين يساوي 0 مباشرة أقدر استنتج X أما هون عندي معادلة مثلثية لازم أحلها كيف أحل هذه المعادلة المثلثية؟ نضع المجهول في طرف والمعلوم في الطرف الآخر شنو المجهول؟ المجهول هو 2 كوسين تربيع X يساوي الناقص 1 أنقل على الطرف الأيمن تصبح موجب 1 الآن أنا هدفي أن أحصل على دالة مثلثية تساوي قيمة عددية يعني إما كوسين تساوي أو سين تساوي أو تان يساوي وهكذا إذن عندي سلازم أتخلص من هذه الاثنين لذلك أقسم المعادلة على اثنين الطرف الأيسر يتقسم على اثنين يبقى أنه كوسين تربيع X يساوي الطرف الأيمن يتقسم على اثنين يصيغ 1 على اثنين الآن هذه أش نهاية كوسين تربيع؟ أنا أش أريد أريد الكوسين لذلك أش نقول بأخذ الجذر التربيعي للطرفين هذا يؤدي إلى أنه دعونا نكتبه بأخذ الجذر التربيعي لهذه المعادلة إذن كوسين تربيع من تحت الجذر الجذر سيغينا التربيع أش يبقى أنه؟ يبقى أنه كوسين X تساوي الطرف الأيمن أخذ له الجذر إذن سيكون لدينا موجب أو سالب موجب أو سالب جذر الواحد هو واحد على جذر الاثنين هو جذر الاثنين إذن هس قيم X تساوي إما موجب واحد على جذر الاثنين أو سالب واحد على جذر الاثنين إذن سنجي نشتغل على الاحتمالين إما أن يكون لدينا كوسين X تساوي موجب واحد على جذر الاثنين أو cos x تساوي سالب واحد على جذر اثنين إذن قيمتين لcos x طلعتنا الحالة الأولى إذا كانت cos x تساوي واحد على جذر اثنين عندنا احتمالين أشنه هي مدعوية لإحتمالين طبعا هنا أخلي موجب واحد على جذر اثنين عندي شغلتين لازم أنتبه لأول شيء القيمة ثاني شيء الإشارة القيمة تعطينا زاوية الإسناد والإشارة تحددلي الربع اللي تقع بينه الزاوية إذا نجي نسأل نفسنا أشنه هي الزاوية x اللي cos x مالة واحد على جذر اثنين أكيد كلتنا نعف بأنه هي π على 4 هذه أشن نسميها هذه نسميها زاوية الإسناد الآن نجي على الإشارة الإشارة موجب والدال لأشنه cos في أي ربع يكون cos موجب؟ عندي احتمالين إما في الربع الأول أو في الربع الرابع نجعل احتمال الأول أن تكون الزاوية تقع في الربع الأول والاحتمال الثاني أن تكون الزاوية تقع في الربع الرابع إذا كانت الزاوية تقع في الربع الأول فإن قيمة x اللي هي الزاوية هي نفس زاوية الإسناد اللي هي π على 4 وإذا كانت تقع في الربع الرابع فعدنا قانون لإيجاد الـ x اللي هو x تساوي 2π ناقص زاوية الإسناد اللي حصلنا عليها اللي هي π على 4 انوحد المقامات راح يصير عدنا الناتج 7π على 4 الآن خلصنا الاحتمال الأول أنه الكوسين تساوي موجب 1 على جذر 2 ننتقل إلى الاحتمال الثاني واللي هو كوسين الـ x تساوي سالب 1 على جذر 2 أيضا ننتبه على شغلتين القيمة والإشارة نسأل نفسنا إيش نية زاوية x اللي الكوسين مالة واحد على جذر 2 أيضا هي π على 4 أشو نسميها لهذه الزاوية زاوية الإسناد إذن هذه ما هي قيمة x قيمة x لازم أعرف الزاوية في أي ربع تقع نرجع على الإشارة اللي هي سالب والدالة لعدنا كوسين في أي ربع يكون أو يكون الكوسين سالب عند احتمالها إما في الربع الثاني أو في الربع الثالث نجعل احتمال الأول أن تكون الزاوية تقع في الربع الثاني والاحتمال الآخر أن تكون الزاوية تقع في الربع الثالث إذا كانت الزاوية تقع في الربع الثاني فأكو قيمة لإيجاد الأكس اللي هي الزاوية أشنه هو؟ عفوا أكو قانون لإيجاد قيمة x اللي هو أشنه؟ x يساوي باي ناقص باي ناقص زاوية الإسناد يعني باي ناقص زاوية الإسناد اللي يشغط طلعتنا باي على أربعة إذن الناتج راح يكون بعدما نوحد المقامات يطلع عنا ثلاثة باي على أربعة وإذا كانت الزاوية تقع في الربع الثالث فأكو قانون أيضا لإيجاد قيمة الزاوية x اللي هو أشنه؟ x يساوي باي زاوية الإسناد اللي هي باي على أربعة وتساوي الناتجة حكمة خمسة باي على أربعة الآن كم قيمة لأكس؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة نجي نختبر هذه القيم أيها تنتمي إلى الفترة والجزة الـ x تساوي باي على أربعة البي على أربعة يعني يشقد خمسة وأربعين الفترة ما أنها هي صفر باي على أثنين يعني صفر والبي على أثنين هي تسعين فنجي على أول قيمة اللي هي باي على أربعة اللي هي خمسة وأربعين تقع ما بين الصفر والتسعين؟ نعم تنتمي إلى الفترة المغلقة وتجزئ أيضا القيمة الثانية X هي X تساوي 7π على 4 7π على 4 هي لا تنتمي إلى الفترة المغلقة اللي هي 0π على 2 لا تقع ضمن هذه الفترة X تساوي 3π على 4 أيضا لا تنتمي إلى الفترة المغلقة المعطاة بالسؤال وال5π على 4 أيضا تقع خارج الفترة يعني لا تنتمي إلى الفترة المغلقة المعطاة بالسؤال إذن الآن أشنهي قيم X اللي عدنا Pi على أربعة ناخذه وذول القيم كل تهما لأنه لا تنتمي إلى الفترة المولقة بالإضافة إلى قيم الفترة اللي هي صفر والPi على اثنين الآن أشنهي نعمل نجي نرتب قيم X تصاعديا من اليسار إلى اليمين على مستقيم الأعداد إذن أشنهي قيم X Pi على أربعة والPi على اثنين والصفر أصغر قيمة من هذه القيمة أشنهي الصفر بعد ذلك Pi على أربعة اللي هي خمسة وأربعين بعد ذلك Pi على أثنين اللي هي أشقد التسعين إذن هذه الفترة راح تعطينا A1 وهذه الفترة راح تعطينا A2 نجي نحسب الآن A1 و A2 A1 أش تساوي تساوي التكامل حدود التكامل مع A1 من الصفر إلى Pi على أربعة للدالة المعطاة بالسؤال اللي هي أشني ثنين كوسين تربيع الـ X ثنين كوسين تربيع الـ X ناقص واحد بين كوسين DX الآن لازم نكامل كيف أكامل هذه الدالة أستطيع أنه أوزع التكامل على الحدود ولكن التكامل لاحظه جدا طويل لذلك الأسهل أنه أسأل نفسي ثنين كوسين تربيع الـ X ناقص واحد ما بيها قانون؟ نعم بيها قانون اللي هو شنو؟ هو صاين الـ 2X صاين الـ 2X صاين الـ 2X عفوا كوسين الـ 2X التكامل ينزل من الصفر إلى Pi على أربعة الـ 2 كوسين تربيع الـ X ناقص واحد هي بالأصل أشنو كوسين الـ 2X رجعتوه على أصلة DX الآن نجي نكامل تكامل كوسين الـ 2X أشنو تكامل كوسين الـ 2X؟ لازم أوفر مشتقة الزاوية شنو مشتقة الزاوية؟ 2 إذن نضرب في 2 نقسم على 2 إذن هذه الـ 2 هستوهمل أشي يضل عندنا؟ يضل عندنا واحد على 2 تنزل وتكامل كوسين الـ 2X هو صاين الـ 2X وما ننسى حدود التكامل من الصفر إلى Pi على أربعة إذن الآن يساوي قوس ناقص قوس في القوس الأول أعوض الحد الأعلى للتكامل وفي القوس الثاني نعوض الحد الأسفل للتكامل إذن الحد الأعلى سيعدنا نصف ساين 2 في الـ X أشي لأضعب مكانة Pi على أربعة ننتبه هون 2 في Pi على أربعة ناقص 1 على 2 ساين أعوض 2 في صفر صفر إذن يصير عندنا الأربعة مع الـ 2 يبقى لي Pi على 2 فيظل عندنا نصف ساين الـ Pi على 2 ناقص نصف ساين الصفر وتساوي ساين Pi على 2 يعني ساين 91 في نصف نصف ناقص نصف تنزل وساين الصفر ساين الصفر الصفر تنضرب بالنصف وتصير الصفر نصف ناقص صفر ويكون الناتج هو نصف هذا فيما يتعلق بـ الـ A1 الآن نجد الـ A2 الـ A2 ساعدنا تساوي التكامل حدود التكامل مع الـ A2 هي من الـ Pi على 4 إلى الـ Pi على 2 من الـ Pi على 4 إلى الـ Pi على 2 للدالة المعطاة بالسؤال اللي هي 2 كوساين تربيع الـ X ناقص 1 بين كوساين Dx وتساوي التكامل من الـ Pi على 4 إلى الـ Pi على 2 الـ 2 كوساين تربيع الـ X ناقص 1 أرجع على أصله هي كوساين الـ 2 X والـ Dx تنزل كيف أكامل كوساين الـ 2 X لازم أوفر مشتقة الزاوية اللي هي 2 إذن نضرب في 2 ونقسم على 2 هذه الـ 2 تهم الأشياء إذا لدي نصف وتكامل الكوساين هو ساين الـ 2 X وانتبه بأنه فترة التكامل هي من الـ Pi على 4 إلى الـ Pi على 2 إذن الآن أشي تساوي هذه تساوي أن قوس ناقص قوس في القوس الأول نعوض الحد الأعلى وفي القوس الثاني نعوض الحد الأسفل فيصبح عدنا نصف ساين الـ 2 تنزل والـ X نشيله أش نضعه بمكانه Pi على 2 ناقص نعوض الحد الأسفل للتكامل الآن سيعدنا نصف ساين الـ 2 والـ X فقط أشيله اللي هي تصيب Pi على 4 إذن أنتبه أنه هون الزاوية هي 2X فالـ 2 تنزل وفقط أعوض عن الـ X وتساوي نصف تنزل الـ 2 مع الـ 2 تروح يبقى لي ساين الـ Pi ناقص النصف تنزل والـ ساين تنزل الـ 2 مع الـ 4 يبقى لنا Pi على 2 وتساوي ساين الـ Pi ساين الـ 180 أشقد صفر في نصف صفر ناقص النصف تنزل وساين الـ Pi على 2 1 ساين الـ 91 تنضرب بالنصف تبقى نصف صفر ناقص نصف سالب نصف الآن أوجدنا A1 و A2 إذن الآن A H تساوي القيمة المطلقة لـ A1 زائد القيمة المطلقة لـ A2 وتساوي الـ A1 هي موجب نصف أخذ للقيمة المطلقة زائد الـ A2 هي سالب نصف أخذ للقيمة المطلقة وتساوي القيمة المطلقة للنصف هي نصف زائد القيمة المطلقة للسالب نصف أيضا نصف وتساوي المقامات موحدة إذن أجمع البصت مع البصت واحد زائد واحد اثنين على اثنين وتساوي واحد يونت تربية هذا هو ناتج التكامل وصلنا إلى السؤال الأخير ضمن محاضرتنا لهذا اليوم السؤال مهم جدا في الوزاري جد المساحة المحددة بالمنحني ويساوي صين الثلاثة اكس ومحور الصينات وعلى الفترة صفر بما أنه أعطاني فترة والمطلوب هو إيجاد المساحة بين منحني دالة ومحور الصينات إذن الخطوات هي أولا نساوي الدالة بالصفر لإيجاد قيم اكس أشني الدالة؟ الدالة هي الصين الثلاثة اكس أساويها بالصفر إذن هذا يؤدي إلى أنه صعدنا دالة تساوي صفر إذن أجي على الزاوية أسأل نفسي أشني هي الزاوية اللي الصين مالا يساوي صفر كم احتمال عندنا؟ عندنا احتمال أن تكون صفر أو أن تكون باي أو أن تكون شو باي ما صح؟ بس هون الزاوية أن تكون هناắc Bio بشكل 3x إذن سنقول إما 3x تساوي 0 أو الزاوية 3x تساوي تساوي الـπ أيضاً 0 أو الثلاثة x تساوي 2π أيضاً 0 إذن الآن هذه النواتج التي طلعتنا بحاجة إلى حل أنا أغيد قيم x لا أغيد 3x سيعدنا x تساوي 0 على 3 صفر x تساوي π على 3 x تساوي 2π على 3 هذه هي قيم x فكرة السؤال هي هوني أنه الزاوية معطانية بشكل x وإنما معطانية بشكل 3x الآن نجي نغشأ هذه القيم أيها تنتمي إلى الفترة وتجزئ الصفر ينتمي إلى الفترة المغلقة ولكن لا يجزئ الفترة لأنه هو أحد طرفي الفترة نجي على π على 3 π على 3 يعني 60 60 تقع ما بين الصفر والπ على 2 اللي هو 90 60 تقع ما بين الصفر وال90 نعم تنتمي إلى الفترة المغلقة وتجزئ 2π على 3 2π على 3 الπ على 3 هي 60 تنضرب بال2 نشغل تصير 120 120 120 تقع ما بين الصفر وال90 لا تقع إذن لا تنتمي إلى الفترة المغلقة لذلك طبعا أنا في الملزمة ما كيتب ما ما يخذ أنه 3x ساوي 2π لأنه هي واضحة يفترض أنه واضحة تعوفون بأنه 1 يطلع على 2π على 3 ولا تنتمي هاي اللي لا تنتمي إذا ما أخذت ما كتبت ما ما كتبت ما كو إشكال عليكم لكن أنا عدا أكتب الكمية بالتفصيل حتى تعوفون أشعى يصير إذن الآن قيم x شنهية قلنا الصفر تنتمي ولا تجزئ إذن تهمل وهذه لا تنتمي إذن تهمل إذن فقط أخذ x تساوي π على 3 π على 3 تنتمي وتجزئ إذن أشنهية قيم x π على 3 والصفر π على 3 نأخذ والصفر والπ على 2 اللي هي طرفي الفترة الآن نجل نرتب قيم x تصاعديا على مستقيم الأعداد ومن الصغير إلى الكبير ومن اليسار إلى اليمين أشنهية قيم x π على 3 وصفر وπ على 2 الأصغر قيمة من بين هذه القيم هي الصفر بعد ذلك π على 3 اللي هي 60 بعد ذلك π على 2 اللي هي أشقد 90 هذه الفترة تعطينا A1 وهذه الفترة تعطينا A2 إذن الآن نحسب A1 والA2 A1 تساوي حدود التكامل مع A1 هي من الصفر إلى π على 3 للدالة للمعطات بالسؤال اللي هي صاين الثلاثة X والDX تنزل ويساوي تكامل صاين الثلاثة X حتى أكامل لا تكامل مباشر من الجدول ولكن أحتاج أن أوفر مشتقة الزاوية مشتقة الزاوية هي ثلاثة لذلك نضرب في ثلاثة ونقسم على ثلاثة وهذه الثلاثة ستهمل لأنها مشتقة الزاوية إذن الآن واحد على ثلاثة تنزل الثلاثة تهمل صاين الثلاثة X أشنو تكامل تكامل الصاين هو سالب كوصاين فالسالب يصيق قبل الواحد على ثلاثة وكوصاين الثلاثة X تنزل وحدود التكامل من الصفر إلى pi على ثلاثة إذن هسنعوض عن حدود التكامل فيصبح قوس ناقص قوس في القوس الأول نعوض الحد الأعلى للتكامل وفي القوس الثاني نعوض الحد الأسفل للتكامل إذن يصيق سالب واحد على ثلاثة كوصاين الثلاثة تنزل أشيل X أضعب مكان pi على ثلاثة بين قوسين ناقص السالب واحد على ثلاثة تنزل وكوصاين أشيل الأكس أضعب مكان الصفر ثلاثة في صفر صفر إذن يساوي الثلاثة مع الثلاثة هو حشض عندي سالب واحد على ثلاثة كوصاين pi ناقص سالب في السالب الصيغموجة بواحد على ثلاثة كوصاين الصفر الآن كوصاين pi أشقد كوصاين 180 أشقد سالب واحد تنضرب بالسالب واحد على ثلاثة تصير موجب واحد على ثلاثة زائد كوصاين الصفر واحد تنضرب على ثلاثة واحد البي على ثلاثة إلى البي على اثنين من البي على ثلاثة إلى البي على اثنين للدال لمالنا اللي هي سين الثلاثة اكس دي اكس مباشرة هننزل الناتج مع التكامل هو هذا نفسه اللي هو سالب واحد على ثلاثة كوصين الثلاثة اكس وحدود التكامل من الصفر من البي على ثلاثة إلى البي على اثنين إذن هذه الشرح تساوي تساوي نجي نقول قوس ناقص قوس بالقوس الأول نعوض الحد الأعلى للتكامل وفي القوس الثاني نعوض الحد الأسفل للتكامل إذن يصبح أدنى سالب واحد على ثلاثة كوصين الثلاثة تنزل وأشيل الأكس أضعب مكانه أضعب مكانه باي على اثنين ناقص ناقص يصبح أدنى سالب واحد على ثلاثة كوصين الثلاثة والأكس تنزل اللي هي باي على ثلاثة إذن يصبح أدنى سالب واحد على ثلاثة كوصين الثلاثة باي على اثنين ناقص في السالب وتصير موجب واحد على ثلاثة كوصين الثلاثة مع الثلاثة تروح يبقى لنا باي إذن الآن تساوي سالب واحد على ثلاثة تنزل كوصين الثلاثة باي على اثنين أشقد كوصين الثلاثة باي على اثنين الثلاثة باي على اثنين يعني ميتين وسبعين أشقد الكوصين ما لا الصفر زائد واحد على ثلاثة تنزل كوصين الباي هو سالب واحد إذن يساوي هذا الناتج راح يقطيني صفر وموجب في السالب سالب واحد على ثلاثة إذن الناتج النهائي هو صفر ناقص واحد على ثلاثة سالب واحد على ثلاثة إذن الآن أصبح أدنى A1 و A2 الآن نجد قيمة A كيف أجد قيمة A قناة؟ نكمل نقول A تساوي القيمة المطلقة ل A1 زائد القيمة المطلقة ل A2 وتساوي القيمة المطلقة ل A1 هي أشقد طلعت لي 2 على 3 زائد القيمة المطلقة ل A2 سالب 1 على 3 ويساوي 3 على 3 ويساوي 1 unit تربية هذا هو الناتج النهاي